اشتركوا في القناة سنة اولى ان دي من مواد عصب التخصص المكملة المادة الفني النهاردة ان شاء الله هنبدأ المادة دي مهمة ونشوف هي هتتكلم عن ايه والمادة دي بتفيدك في حياتك الدراسية وفي حياتك الخاصة من المفروض ان حضرتك بتتعلم وبتتأسس واي حد بيستفسر منك او الملاحظات اللي انت بتشوفها وانت ماشي يبقى انت عارف كراجل فني بتخصص بناء الشكل ده عبارة عن ايه وبيتكلم عن ايه او مواصفاته ايه تعال نشوف مع بعض النهاردة بداية حلقتنا النهاردة العناصر اللي هنتكلم عليها تعال مع بعض كده تكنولوجيا اعمال البناء هنتكلم في حلقتنا النهاردة ان شاء الله المواصفات والخواص الفنية المستعملة في اعمال البناء بالطوب المواصفات والخواص الفنية المستعملة في اعمال البناء بالطوب تعال نشوف الشكل ده كده معنا انجابلك جزء من حيطة جزء من الحيط ده شايف عليه مصطلحات كتير لو انا حطيت المصطلحات دي بعد ما رسمت في مادة الرسم هتشويه الرسمة وهتبقى الرسمة بتاعتي كلها كلام كتير فمش هيبقى مش هنعرف نخرج الرسم من الكلام فمن المفروض ان احنا بنعمل ايه مادة التكنولوجيا زي ما قلت لك في بداية الحلقة دي مادة مكملة للرسم في عن طريق مادة التكنولوجيا بوصف المادة دي او بوصف الشكل دو اتعامل ازاي مكونات وايه الرموز بتاعت عبارة عن ايه في عندي مثلا بعض الرموز بعد المصطلحات المستخدمة في اعمال الرسم اللي هي قلب به رسم وقلب به تنفيذ في الورشة او في الموقع من المفروض ان حضرتك بتبقى عارف الموصفات والخاص المستخدمة دي زي مثلا كلمة مدماج بتعد علينا كده هوت مثلا بنسمع من المفروض ان حضرتك قبل ما بتبدأ ترسم قبل ما بتبدأ مثلا تشتغل بتبقى عارف المصطلحات دي عشان لو نزلت موقع تبقى مفيش حد مثلا من العمال او اللي حواليك مثلا يسألك سؤال تبقى انت مثلا مش عارف حضرتك ايه يعني يعني هتنزل موقع وهتقابل الناس وممكن ايه وممكن يختبروك في بعض الاصطلحات كده اول ايه او المصطلحات او بعض الاستفسارات يبقى حضرتك ملمة بالمادة دي عن طريق مادة تكنولوجيا اعمال البناء تعال نشوف كل مصطلح لوحده عبارة عن ايه وبيتكلم عن ايه اول مصطلح الاصطلحات الفنية المستعملة في اعمال البناء بالطوق اول حاجة اول مصطلح عندنا اسمه المدماج طبعا حضرتك لما بنيجي نتكلم انا مش عايز مش عايز الطالب بتاعي المتميز المتفوج انه هو يحفظ لأ عايز هجيب لك الرسمة وبعد اما جيب لك الرسمة حضرتك بتوصف الرسمة ديت عبارة عن ايه يبقى انا مش عايز صالب حفيز انه مجرد انه هيخش يمتحن هيحفز كلمتين هيخش ايه يكتبهم في ورقة الامتحان وخلاص وبس على كده لا انا عايز صالب فاهم تمام متمكن من مادته يشوف الشكل دوت على الطبيعة يوصفه ويقول مسلا ده عبارة عن ايه تعال نشوف اول رسمة عندي بتتكلم عن ايه مع بعض كده المدماج المدماج انا شايف رسمة هو صورة جايب لك تمام السلايس ده عبارة عن مجموعة اوالب من الطوب مجموعة اوالب من الطوب طيب لما يجيس اني مسلا اي حاج ويقول لي المدماج عبارة عن ايه المدماج ده عبارة عن مجموعة اوالب المدماج هنبسطها كده هو يا شباب مع بعض هنقول له ايه المدماج ده عبارة عن صف من الاوالب الطوب مرصوص افقي في وضعه افقي بجوار بعضيه البعض ومتلاصق مع بعضه ومغطى بطبقة من المونة من فوق من فوق الالب ومن اسفل الايه الالب يبقى لما يهي حد يسألني ويقول لي ما هو المدماج او عرف الاصطلاحات الفنية المستعملة في اعمال البناء ويجيب لي مسلا مصالحين او تلاتة او خمسة وانا واعرفهم يبقى حضرتك تبقى انت عارف من اول المصالحات اللي بنبدأ بيها كلمة المدماج وبنقول لي المدماج ده تاني بنقول عبارة عن ايه مجموعة من الاوالب طرس او توضع في مستوى افق واحد ومحصورة ما بين طبقتين من الايه من المونة تعال نشوف مع بعض كده يبقى المدماج هو صف البناء المحصور بين طبقتين اللحاب صف البناء المحصور بين طبقتين اللحاب يبقى مجموعة الاوالب اللي مرصوصة في صف واحد افقي يعني انا محدد لك هو مثلا تلات اوالب اهو جنب بعضها تمام او تلات اوالب اللي اسفلها مثلا تحتها تمام يبقى ده اسمه مدماج مجموعة من الاوالب محصورة بين طبقتين من الايه من المونة طبقتين ايه من المونة الطبقتين دولت ما بقول ما بقولش عليهم ايه طبقة رأسية لا الطبقة المونة طبقة المونة الافقية سمك المدماج سمك المدماج هو عبارة عن سمك قلب الطوب سمك قلب الطوب اللي هو بيبقى ارتفاعه كم يا شباب ارتفاع سمك قلب الطوب بيبقى ستة سنطر. مضاف عليه صمك طبقة مونة واحد سنطر. يبقى عندي ارتفاع القالب. يبقى انا مسلا لو انا جبت المدماج اهو اللي هو القالب. بنقول عبارة عن مجموعة من الاوالب مرصوصة في مستوى افق واحد. تمام? محصور ما بين طبقتين مونة. الطبقة المونة الافقية من فوق ومن تحت. طيب بنقول ارتفاع المدماج ده ادي ايه? بنرد عليه وبنقول ايه? ارتفاع المدماج عبارة عن ارتفاع قالب التوب اللي هو ستة سنتي. ما اسأل بالطوب كام يا شباب? ما اسأل بالطوب براهو في حد رد عليها هو. قال لي ما اسأل بالطوب اتناشر خمسة وعشرين في اتناشر في ستة. يبقى طول القالب خمسة وعشرين. فعرض القالب اتناشر في ارتفاع القالب كام ستة سنتي. طيب. يبقى عندي الارتفاع اللي هو طول القالب خمسة وعشرين وارتفاعه ستة ده. تمام? يبقى ارتفاع المدماج كام? ستة سنتي. مضافة عليه طبقة مونة واحدة من الاتنين. واحدة تاخد المدماج اللي فوق. والطبقة اللي تحتيها تاخد المدماج اللي اعليها. تمام? يبقى انا عندي ستة سنتي ارتفاع القلب زائد سنتي واحد اللي هو طبقة المونة. يبقى ارتفاع المدماج عندي كام سبعة سنتي. يبقى ده اول مصطلح عندي اسمه مصطلح المدماج. يبقى بصرعة كده مع بعض الكلمتين اللي حضرتك هتفهمهم ومتقولهم فيه كراسة الاجابة. لما حد يسألك ويقولك المدماج عبارة عن صف البناء المحصور بين طبقتين اللحام المونة الافقية. وسمك المدماج هو سمك قالب الطوب المستخدم مضافا اليه سمك طبقة المونة. طب تعال ننتقل مع بعض كده للرسمة. لو انت رسمتها في لوحة الرسمة هو. تعال نركز مع بعض. تمام? عندي الرسمة هي بتقول لي لو انت رسمتها في اللوحة هيبقى شكلها ازاي? يبقى الاول واحد انا كتب لك واحد اهو. الواحد ديت يبقى المدماج الاول رقم اتنين المدماج التاني رقم تلاتة المدماج التالت وهكزا. يبقى عدد المدماج عندي مسلا في الرسمة دي كم? ست مدماج طعيب. ارتفاع المدماج هيبقى كم? سبعة سنتي. ستة سنتي ارتفاع القالب. وسنتي لحام يبقى كده ارتفاع المدماج كم? سبعة سنتي. وهتبان عندي في الرسمة على اللوحة بها ايه? بهذا الشكل. طب تعال ننتقل مع بعض لمصطلح اخر. اللحمات. مصطلح اخر اسمه ايه? اللحمات. طب ما هي اللحمات يا شباب? تعال مع بعض كده بان ايه? لو انا رجعت بالرسمة السابقة بتاعة المدماج هتلاقي انا قلت لك ايه? هتلاقي مسلا قد القلب توبة هو؟ يبقى لازم يبقى فيه لحام افقي. والحام ايه? ادي اللحم لحام لا افقي. اللي فوق القالب واللي تحت القلب. طيب لازم يبقى في نهاية القلب من الجنب اليمين. لازم يبقى فيه طبقة مونع. يبقى ده الحام. فيه عندي فى نهاية القالب من جهة الشمال هو ده ايه? طبقة اللحام. بس الطبقة دي رأسية والطبقة دي ايه افقية. يبقى انا عندي طبقة اللحم اللي هي طبقة المونة اللي بيتغلف لقلب الطوب. سواء افقية او سواء ايه رأسية. يبقى احنا لما نيجي نقول له طبقة اللحم او اللحم هنقول له عبارة عن طبقة المونة. طبعا انا مش حافز. انا بوصف له الشكل اللي قدامي وببسطه له. يبقى انا بقول له طبقة اللحم اللي هي طبقة المونة اللي بتوضع على الآلب او جوانب الآلب من الجهة اللي فوق من الافقي سواء فوق او تحت وعندي في الرأسي سواء في الجنب اليمين او الجنب الشمال. يبقى هنقول له تنقسم اللحمات الى نوعين. لحم افقي والحم ايه? والحم رأسي. لحم افقي والحم ايه? والحم رأسي. طيب اللحم الافقي دوت بنسميه عشان محدش بقى ايه? يتفازلك عليك في الموقع. هيقول لك مثلا ايه? عايز اللحمات المرقد استلمها تمام. طيب فين اللحمات المرقد ديت? انا عارف ان اللي اسمها اللحمات. لا يا بشمان. اللحم الافقي ده اسمه لحم المرقد. اسمه يا شباب اسمه لحم المرقد. اما اللحم الرأسي اللي هو جيف رأسي للآلب من اليمين او من الشمال اسمه العرموس. اسمه يا شباب اسمه العرموس. تعال نشوف مع بعدي كده الكلام ده. يبقى اللحمات هي عبارة عن طبقة المونة المحصورة. بين قوالب الطوب وتنقسم اللحمات الى نوعان. اول نوع اللحم الافقي. ويسمى زي ما قلنا ايه? المرقد. ويسمى ايه? المرقد. طب تعال نشوفه في اللحم اللي. يبقى شاولي كدهوت او حدد لي وانت مسلا راكب العربية مسلا او راكب المترو. وبتبص كدهوت يا بشمانس على اي صور مسلا من الصور المترو. بتبص على الحيطة. يبقى اللحم الافقي اللحم الافقي اللي هو صمك صمتي يبقى يعرف باسمه ايه? باسم اللحم المرقد. اما اللحم الرأسي اللي هو في رأس في رأس القالب من الجهة اليمين او من جهة الشمال اللي انا شايفه ده يبقى انا بسميه اللحم الرأسي ويعرف بالعرموس. طيب تعال بقى نبص على الرسمة بتاعتك دوات لما تيجي ترسمه. احنا قلنا ايه? صف القالب ده. صف القالب دوات بسميه مدماج. الصف اللي فوقي اسمه مدماج. طيب ما بين المدماج ده محصور ما بين ايه ايه? ما بين طبقة التنمونة. طبقة افقية وادي طبقة ايه? طبقة رأسية. طيب الطبقة الافقية دي بسميه يا شباب بسميها المرقد. اما العرموس اللي هو اللحم الرأسي اللي هو العمودي على الافقي بسميه ايه? بسميه العرموس. بسميه يا شباب العرموس. يبقى انا محدد لك اهو العرموس هي ايه? اللحمات الرأسية اللي وقف على حيلها دي اللي جاية في رأس القالب من جهة اليمين او من جهة الايه الشمال بسميها ايه عرميس اما اللحمات الافقية بسميها ايه مراقد او المرقد تعال انا ننتقل مع بعض لمصطلح اخر اسمه الترويسة مصطلح اخر اسمه ايه الترويسة طبعا الترويسة ديت فيه عندي فيه اتجاهات للقالب لما رص القالب بطوله لما رص القالب بطوله يبقى ده اسمه شناوي دا رource تع Bildü 보여. يعني ايه أستاذ معرضه يعني أن شايها اللي هو اللي اتناشر. مئس اتناشر وارتفاع ستة. بدا اسمه اديا. اسمو ايه? اسمه اديا. طيب اول اديا. اول اديا الو هو القلب اللي هيترص بعرضه. في رأس الحائط. في رأس الحائط بسميه قلب ترويس. بسميه ايه? بسميه قالب ترويسة او قالب النصية اللي هو على نصية البيت. عند زاوية البيت كده هو. تمام? عند بداية البيت اول قالب هيترسب عرضه مش بطوله. يبقى ده اسمه ايه? اسمه قالب ترويسة او قالب النصية. ولازم يتحطي بعد قالب الترويسة دوت ربع ربع قالب. وهنعرف الربع قالب ده والمسمى بتاعه ايه? تعال نسوف مع بعض كده. قادي زاوية الحيطة زاوية البيت بتاعنا هو. تمام? قادي المدمك الاول مرصوص بايه? بطول القالب. طب المدمك التاني مرصوص بالعرض. العرض ده يا بش مهندس اللي هو عرض القالب مقاسه اتناشر في ارتفاع ستة. اللي انا شايفه. اول ما هبص على الوجه كده. واشوف قالب. اول قالب في حرف الحائط في زاوية بتاعة البيت. او الكتف بتاع البيت. تمام? يبقى ده اسمه قالب قادية. قالب القادية ده. المسمى بتاعه اللي انا محددو لك وهم شاول لك عليه هو. تمام? مرصوص بعرضه. يبقى المقاسين اللي حضرتك هتشوفه. مقاس كام اتناشر في ارتفاع كام ستة. يبقى ده اسمه قالب ايه? قالب الترويسة او يعرف بقالب النصية. ولازم يوضع بعدي ربع قالب. وهنعرف ربع قالب ده اسمه ايه? وبيتحط ربع قالب لي يا بشمهندسين. يبقى لما يجيز ان قالب الترويسة هنقول له يا بشمهندسين هو اول قالب قادية. يوضع في رأس المدماج. ويكون بجواره كنيزر. ده على طول ايه? ده اساسي في الطريقة الانجليزية عندنا. طرق من طرق البناء. لازما حطيت طريقة الانجليزية بتقول ايه? طالما حطيت اول القادية يبقى لازم احطي بعدها ربع قالب اللي احنا بنسميه كنيزر وهنعرف يعنيه كنيزر. تمام? وبيتحطي ليه? تعالى مع بعدي كده. يبقى قالب الترويسة هو هي اول قالب قادية يوضع في رأس المدماج ويكون بجوار ايه? بجواره كنيزر. طب تعالى ننتقل مع بعض للمصطلح الرابع اسمه الطاية. اسمه ايه? الطاية. طيب. الطاية ديت انا شايف الرسمة بتاعت ايه? عايزك توصفها يا استاذ. مش عايزين نحفظ زي ما اتفقنا في البداية. يبقى الطاية ديت يا بش مهندسين عبارة عن ايه? عبارة عن المسافة المحصورة بين لحمين رأسيين. المسافة المحصورة بين تعالى نوصفها كده مع بعض كده قد قد نبسطها. قال لك يا بش مهندس عندي المدماج الاول مثلا هو. قدي المدماج الاول وقدي المدماج التاني. مجموعة من الاول بمرصوصة في المدماج الاول. مجموعة من الاول بمرصوصة في الايه? في المدماج التاني. في عند الحام رأسي هنا. وفي عند الحام رأسي هنا. المسافة المحصورة ما بين لحمين رأسيين في مدماجين متتاليين. المسافة المحصورة ما بين المدماج ده والمدماج ده في مدماجين متتاليين. فوق بعضيهم. تمام? المسافة المحصورة ما بين اللحم الرأس ده. واللحم الرأس ده المسافة دي بسميها طاية. بتسميه ايه? طاية. طيب الطاية دي اتخلقت ازاي او اتواجدت ازاي? اتواجدت نتيجة الكنزر اللي انا حطته بعد الادي على طول يا بشمهندسية. بعد اول ابدى اللي هو قالب الايه؟ الترويس. الطاية دي اتواجدت ازاي? عن طريق الربع ربع قالب او الكنزر دي يا بشمهندس. تمام عشان اللحمات ما توعش فوق بعضيها عشان اللحمات ايه ما توعش فوق بعضيها فبروح عامل ايه لو انا حطتي القالب اللي هو مسافته 25 هحط قالب 12 وقالب 12 يبقى كده 24 وصنط الحام يبقى المسافة كده بقى ديتين 25 يبقى اللحم بتاع المدمك الاولاني واقع على اللحم بتاع المدمك التاني ده او صف التوب الاولاني واقع على صف التوب التاني اللحمات واقع على بعضيه فالحطة كده مش قوية. الحيطة ضعيفة مجرد ان انت هتتنرفز او مخدتش المصروف وانت ماشي هتروح خبط الباب هتلاقي الحيطة وقعت على دماغك. كل دوات عشان انت ايه? مخدتش المصروف في النار. فهنعمل ايه يا باش مهندس? عشان اقول حيطة ديت. وما ايه? وما بوزهاش عشان حضرتك مخدتش المصروف. هنعمل ايه يا باش مهندس? اقويها وربطها مع بعض. لازم ان تبقى دخلا مع بعضية. طب تخش مع بعضها ازاي? انا يا باش مهندس بحط اول قادية وبعديها كنيزر اللي هو مسافة ربع قالب. يبقى اتبقى كام. الادية بنص قالب. وكنزر بربع كده كده تلاتة اربعة. يبقى اتبقى ربع يا باش مهندس. يبقى انا احط ايه? احط الادية بعدها باثناشر. يبقى الادية دي ركبة ربع ايه نصها يمين على القلب اللي هو ناحية اليمين ونصها على الايه على جهة ايه? تعال نشوفها مع بعدي كده. قلنا ليه الطاية المسافة الرأسية لو انا حددت المسافة الرأسية ما بين اللحم الرأسي ده واللحم الرأسي ده اللي انا سميته عرموس يبقى المسافة ما بين اللحمات الرأسية في مدمكين متتاليين بسميها ايه بسميها طاية طيب الطاية ديت يا بشموندس بصي كده نتيجة الربع القالب اللي انا حطته في بداية الحيطة بص ايه ركب لي الايه الاديا ديك نصها على القالب القالب اللي تحتها تمام ونصها على القالب من جهة الشمال يبقى كده انا رأي ايه خلت اللحمات مطاعش فوق بعضيها وربطت الايه وعملت تقوية للحق يبقى لما يجي اسألني ويقول لي عرف الطاية هنقول له ايه بشموندسين برافو عليك هي المسافة المحصورة بين كل لحمين رأسيين متتاليين ويكون مقدارها دائما ربع قالب ويكون دائما مقدارها ايه ربع قالب حد هيجي يقول لي الربع قالب طب اتواجدت ازاي او اتخلقت ازاي في الحيط الربع قالب برافو عليك برافو شاطر سامع هو واحد بيرد علي وبيقول لي الربع قالب دوت نتيجة الايه الكنيزر اللي حطيته بعد اول ادية تعالى ننتقل لمصطلح رقم خمسة الشناوي تعالى مع بعض نبصتها كده احنا قلنا ايه اللي عند القالب لما باجا رسه قلنا مقساته على طول سابتة تمام مقساته كام هنشتغل على الطوب الوردة عشان محدش يقول لي الطوب الايه الطوب الاحمر بقى مقسه مسلا عشرين او مقسه اتنين وعشرين او لأ هنشتغل على الطوب الوردة اللي هو طول القالب طول القالب خمسة وعشرين عرض القالب عرض القالب كام اتناشر وارتفاع القالب وارتفاع القالب ست طب قال لك يا بشماندس لما جي ارص القالب بطوله عندي حيطة اهيه تمام الحيطة دي طولها اتنين متر خلي بالك انا هسبت طول الحيطة مش هتحرك مش هلعب في الالفاظ واقول ايه طول الحيطة او عرض الحيطة لأ طول الحيطة ثابت لما اجي ارص القالب بطوله مع طول الحيطة يبقى ده اسمه ايه قالب شناوي او مدمجش الناوي يبقى عندما يرص القالب او عندما يوضع القالب بطوله اللي هو الطول كام خمسة وعشرين خمسة وعشرين في ارتفاع كام في ارتفاع ست. في ارتفاع كما يا شباب? في ارتفاع ست. يبقى عندما يرص القلب بطوله في اتجاه طول الحيطة يبقى في الحالة دي المدماج ده او القلب ده يقع رب باسم الايه? الشناوي. تعال نشوفه مع بعد كده على الرسمة. انا بصص هو في عندي صفين توب. حتتهم لك فوق بعد اهو. تمام? طيب المدماج مسلا ايه التاني? اللي انا قصه من فوق اهو. انا شايف الماس كام? خمسة وعشرين. خمسة وعشرين في ارتفاع كام? ستة. وما بينهم لحم اللي هو العرموسة هو. تمام? يبقى انا لما بص كده على الوجهة بتاعتي او على الحائط بتاعي واشوف القلب مرصوص فيه بطوله بطوله في اتجاه طول الحيطة يبقى المدماج ده او القلب ده اسمه ايه? قالب ايه? شناوي. قالب ايه? شناوي. او مدماج المدماج ده كله اللي هو صف في التوق اسمه ايه? الشناويات. مدماج شناوي. مدماج ايه يا يا شباب مدماج شناوي. اما لما يرص القلب بعرضه عرضه يعني انت شايف كام? شايف ارتفاع القلب. شايف ارتفاع القلب ستة. وعرضه اتناشر وعرضه اتناشر يبقى بسميه اديات وهنعرف يعني اديات. تعال نتكلم على الشناوي يبقى هو القلب الذي يوضع بطوله في اتجاه طول الحائط. يبقى انت عشان ما تتلغبطش وتقول ايه? طول ولا عرض? لا. هنقول طول طول قالب مع طول حيطة يبقى ده اسمه ايه? اسمه شناوي. يبقى عندما يوضع او هو القالب الذي يوضع بطوله في اتجاه طول الايه? الحائط. يبقى طول قالب مع طول الحيطة يبقى يعرف بالايه? بالشناوي. تعال نشوف المصطلح اللي بعده اسمه الاديا. واحدة هيقول لي ايه الاديا? ايوة انت قلتها في ايه? رابطتها مع الشناوي. المدماج الاول بعرضه. مع بعض ادي القالب اهو ان ايه? خمسة وعشرين. فعرض اتناشر في ايه? في ارتفاع كام? في ارتفاع ستة. طيب لما حضرتك ارسي القالب بقى حولت ليه? القالب ده وروحت اتجاهه. انت حضرتك شايف ايه? شايف الطول ولا العرض? لا شايف العرض. شايف العرض اللي هو كام? شايف العرض اللي هو اتناشر وارتفاع كام? ستة. يبقى على طول اول ما شوف المدماج بتاعي ده اسمه شايف المقاسات بتاعت اتناشر في ارتفاع ستة? يبقى حضرتك هسمي ايه? اسمه قالب الاديا. قالب الايه? الاديا. يبقى عندما يرسل قالب بعرضه عندما يرسل قالب بعرضه مع اتجاه طول الحيطة. يبقى الطول الحيطة ايه? ما تغيرش اللي هو طولها اتنين متر او تلاتة متر او خمسة متر. لما رس الاوالب بعرضها في الاتجاه ده كده في طول الحيطة يبقى ده اسمه ايه قالب ادية او مدمك الاديات مدمك ايه يا شباب مدمك الاديات اما لما رصي القالب بطوله بطوله في اتجاه ادت طوله اهو ماشي اول قالب شناوي خمسة وعشرين في ايه خمسة وعشرين في ارتفاع ستة اللي انت شايفها قدامك اهو بصصها كده رأسي يبقى انت شايف المقاس كم شايف المقاس خمسة وعشرين والارتفاع كام والارتفاع ستة. طب لما رص القالب بطوله في اتجاه طول الحيطة يبقى ده اسمه ايه شناوي. لما غير اتجاه القالب ورصه بعرضه في اتجاه طول الحيطة اللي هو ما بيتغيرش يبقى ده اسمه مدمك ايه قدية. تعال نشوف مع بعض ايه كده. يبقى في الرسمة لما يجي اطلب منك ترسم للرسمة ديت اول مدمك انا شايف هو اللي انا مهشره او مظلل له لك اسمه تهشير. تمام? بميز لك قلب الطوب يبقى ده مقاس اللي انت شايفه رأسي مقاس كام خمسة وعشرين في ارتفاع ستة يبقى اسمه ايه? اسمه شناوي. قلب ايه? قلب شناوي. طيب لما اجي ده في اتجاه طول الحيطة لما اجي في المدمك اللي فوقية على طول تمام? وروح مهشر لك او مميز لك قلب هو تمام? ومهشره لك على زاوية خمسة واربين. بس القلب ده اصغر من اللي تحته يبقى ده مرسوس بعرضه في اتجاه طول الحيطة يبقى ده اسمه ايه? مدمك ادية. مدمك ادية. او قلب الادية اللي انت شايف مقاسه كام? شايف مقاسه اتناشر في ارتفاع كام ستة. لما يجي اسألك يا باشمهندس ويقول لك عرف الادية هتقول ايه? برافو عليك. هو القالب الذي يوضع بعرضه في اتجاه طول الحيطة. جايب لك التعريفين والمصلاحين فوق بعد اهو عشان هتلاحز انه الاتنين هما هما ما فيش حاجة تغيرت. اللي تغير وضع القالب بالنسبة للشناوي وبالنسبة للقادية. وضع القالب الشناوي طول القالب مع طول حيطة. اما القادية عرض القالب مع طول الحيطة. يبقى الطول سابت. بس كلمة اتجاه القالب هي اللي تغيرت. الشناوي يبقى بالطول. اما القادية بالايه? بالعرض. تعال ان انتقل ليه مصطلح جديد. رقم سبعة. الكنيزر اللي محيرنا قدي كده قوت. بس ايه? عامل شغل في الحيطة وهو عن طريق الربع الصغرنا ده. هو اللي بيربط الحيطة وبيقويه. اول قادية انا قلت لك عليها. اول قالب ادية. اسمها ايه? ايه? ايه وابرافو عليك. اسمها قالب النصية او قالب الترويسة. لازم يوضع بعدها كنيزر صغير. ايمة الكنيزر دي ربع قالب. ربع ايه يا شباب? ربع قالب. الربع قالب ده تعال انبصي كده عليه. لو انا جبت الايه? القالب ده وروحت قطعته بالسكينة كده وتنصين. يبقى انا شايف المسافة ديه كم يا باش مهندسين. شايف المسافة ديه اتناشر. هنقول اتناشر ونص. بس هنقول مسلا ايه? عشان ما ما نغلبش نفسها في القسور. تمام? هنقول ان مسافة الايه? مسافة طول الكنيزر ده كام? مسافتها اتناشر. وعرضه كام? ستة. وارتفاعه ستة. ده عبارة عن ربع قالب. ربع قالب دوت بيضع على طول بعد ايه? بعد اول ادية شباب. بعد اول ادية. ليه? عشان اخلق اللحمات. وعدم وقوع اللحمات الرأسية في المدميك فوق بعضها. بص هتلاحز اهو ان انا لو لو انا شلت الربع ده ورجعت النص دوت هتلاقي اللحم اللحم بتاع المدمك الاول هيقع على الايه? على مدمك على اللحم بتاع المدمك التاني. يبقى انا ريح نفسنا يا باش مهندس ونقو الحيطة ازاي? يبقى انا حط نص قالب اللي هو اسمه ايه? ادية. وبعدها كنيزر هتلاقي بعد جدوات اوتوماتيكي على طول هتلاقي اللحمات اترحلت ربع اللي هي مسافة مين? مسافة الطاية. يبقى تعالى نعرف الكنيزر ونقول الكنيزر هو ربع قالب يوضع بعد اول ادية. بعد اول ايه? ادية. اللي هو احنا سميناها ايه? بنربط المصطلحات ببعدها عشان ما فيش حاجة تطوه مننا. يبقى اول ادية بتعرف بقالب الايه? قالب النصية او قالب الترويسة. طيب يبقى هو ربع قالب يوضع بعد اول ادية في كتف الحقت. اللي هي في النصية. اول كتف الحقت في البداية والنهاية في كتف الحقت. وذلك لاجاد مسافة الايه? الطاية. يبقى عرفتي مسافة الطاية بتتوجد ازاي يا شباب? مسافة الطاية بتتوجد عن طريق وضع الايه الكنيزر بعد اول ايه? بعد اول ما ادية على طول اللي هي اميتها ربع. اميتها الربع دية رحلتلي اللحمات يو مهندس في المدميك بعدها? تمام? عملت عدم وقوع اللحمات فوق ايه? فوق بعضها. تمام? طيب. هتلاقي اللحمات اترحلت مسافة الربع اللي ايه مسافة الايه? مسافة الطاية اللي احنا قلنا عليها عبارة عبارة عن المسافة 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 المحصورة بين لحمين رأسيين في مدمكين ايه? في مدمكين متاليين. تعال ننتقل مع بعض لمصالح اخر. مصالحات دي مهمة جدا. تمام? اول مصالح اسمه حطة المباني. حطة ايه? المباني. تعال نوصفها اوصفها لك الاول وبسطها عشان حضرتك تبقى انت عارف الليه يعني ايه حطة مباني. الراجل اللي البنة لما بيه بعد اما الخرصانات بتخلص ويعمل مثلا الاواعد الاواعد العادية وبعد قوات الاواعد المسلحة وبيعمل الميدة او بيعمل سميلات مثلا وبيطلع بالعمدان ويصب بالقمرات مع بلط السقف يبقى عمل لك العدم ده يبقى ده اسمه نظام هيكالي. طيب المسافة اللي ما بين العمود والعمود ديت هتتعمل ايه? لازم انت تبيني الحطة. طب الحطة ديت بروح شديدها مرة واحدة كده اهوت في يوم واحد اروح قلبها مرة واحدة اروح شديدها مرة واحدة اروح ما خلصها. لا يا باشمانت. ده بتخلص على خطوات او مراحل. او الجزئية طبعا انت شايف ان الجزء اللي هو تحت الارض اللي هي الاواعد والمية ديت تحت الارض. الراجل اللي بنى هيروح جاي ايه? اول يوم يروح باني الحوائط كلها اللي هي تحت الارض ديت يا باشمانت. اللي غاية يتم يخلصها ويتم عزلها من الرطوبة تمام التمام. ويجي المهندس استلم ويروح دافن. يروح ايه? يروح دافن الجزء اللي هو تحت الارض ده اللي احنا بنسميه الاساسات بتاعت اللي هي المنشأ. تمام? طيب. يبقى اللي اول جزء ده بسميه حطة. اول جزء ده بسميه حطة. اسمها حطة الردم. اسمها حطة ايه يا باشمانت اسمها حطة الردم. بعد ما بسوي الارضية تمام التمام بيبدأ يشد السقلة بتاعتي او مسلا بيروح جاي ببرملين وليه ويروح بولتي كده هوت ويقف عليه وحطة الاسعى وليه وليه بالتوب ويبدأ يشتغل بس بعد ما يطلع الحطة اللي هي التالتة. يبدأ الحطة اللي هي التالتة. لان هو هيبدأ يبني الجزء التاني اللي هو لغاية ارتفاع الشباك بسميها جلسة الشباك او حطة جلسة الشباك. يبقى دي الحطة التانية. ابدأ بعد جهوات بالكتف اليمين والكتف الشمال لغاية المطلع بالعتب بتاع الخرصانة اللي هو هيغطيلي فتحة الشباك ويقفلي فتحة الشباك من فوق. اسمها لي. يبقى في الحالة دهية يا باشماندس عملي حطة الايه? حطة المباني لغاية العتب. اقفل فوق العتب من فوق الشباك لغاية القامرة. يبقى دي اسمها حطة الايه? حطة البناء اللي حتى وصول الايه? القامرة للقامرات او بلط السقف. يبقى انا بقسم الاجزاء دي يا تباشماندس او بقسم الشغل بتاعي. ما بطلعش الحطة مرة احدى. لا باخدها على مراحل او اجزاء. يبقى اول جزء اللي هو حطة الرد. بعد جهات حطة جلسة المباني. حطة الحطة التالتة او الرابعة مثلا اسمها حطة الايه? القامرات او بلط الايه السقف. تعال نشوفها مع بعض كده في اللي سليس اللي انا جايبه لك. يبقى المسافة اللي انا بنتها. طبعا احنا دفنا خلاص الجزء بتاع الاساسات دفنا وبنينا لغاية بداية الشباك دي. المسافة دي بسميها جلسة الشباك. بسميها جلسة ايه? حطت جلسة الشباك. بعد كده بيطلع بالكتف اليمين. وبيطلع بالكتف الشمال ويروح حطة العتب. يبقى ده الحطة التانية حطت اكتاف الايه? اكتاف المباني للشباك حتى وصولا اليمين? حتى وصولا للعتب اللي هو بنشوفه عبارة عن قطعة من الخرصانة. بعد كده ببني بقفل لغاية بلط السقف او الكامرة. تمام? يبقى حطت ليه? حطت بلط السف او الكامرة. يبقى لما يجيس انه ويقول لي حطة المباني. هقول لي هروح ردد عليه وهقول له هي الوصول بالمباني الى منسوب معين. مثل حطة الرد. وهي ارتفاع المباني حتى نهاية الرد. واروح دافن جزء الاساسات. واروح بقى وهشد السقلات بتاعتي. تمام? وينكمل مع بعض. وكذلك حطت جلسة الشبابيك. وعتب الشبابيك. وحطت السقف وهي ارتفاع المباني حتى بطنية الايه? القمر. يبقى ده المصطلح ده اسمه ايه? حطة المباني. تعال ننتقل لمصطلح اخر. اسمه تشحيط المباني. اسمه تشحيط ايه يا شباب? اسمه تشحيط المباني. كل الكلام ده مدعم بصورة عشان حضرتك تبقى انت عارف اللي بيتم. لما بنيجي نشتغل يا شباب والراجل البنة بيجي يشتغل ويبني الحيطة ويوصل لمنسوء للمستوى معين اللي هو وصولا ليه ليه الكامرة او بلط السف هتلاقي في مسافة اتبقت نركز مع بعض كده هتلاقي مسافة اتبقت او في فراغ ما بين وفاصل ما بين الكامرة واللي والطوء. طيب الكلام دوت يا باش مهندس ايه اللي لازم ابني لازم امل الفراغ لازم امل الفراغ اللي هو موجود ما بين مين? ما بين الكامرة وبايه? ما بين الكامرة وايه اخر مدماك في الطوب عندي. تمام? او بروح جاي بقطعة من الخشب بسميها خوابير واروح دا واروح دا ايه الخوابير زي ما انت شايف في العامل اهو تمام? قاعد يدقف خوابير بيشحطها تمام? عشان يضغط المباني ديت عشان ما تريحش. بعد قد بعد ما تمحر وتبيض لو ما عملش كدوات هتلاقي الجزء دوت ريح بعد ما بيريح بينمل وتلاقي مسلا زي في تنميل كده في البياض او شرخ ناعم جدا فاصل ما بين الخرصانة وما بين مين والمباني. يبقى عشان كدوات لازم بعد ما بتخلص بتعمل حاجة اسمها تشحيط الايه? تشحيط المباني. طيب عبارة عن ايه تشحيط المباني? عبارة عن الوصول بالمباني الى اقصى ارتفاع مطلوب حسب الرسومات. عبارة عن الوصول بالمباني الى اقصى ارتفاع مطلوب حسب الايه? الرسومات. تعال ننتقل لمصطلح اخر اسمه تشميع المباني. تشميع المباني يا شباب عبارة عن ايه? تشميع المباني ان انا بعد ما بابني بسيب المباني بتاعتي طبعا بتبقى طرية المونة المونة بتاعتي لزما لسه مشدتش تمام فبعمل ايه باش مهندسين بسيب الحوائط بتاعتي دي بعد المونة بتاعها تمام يمر عليها تمانية واربعين ساعة يكون عضمت والاسمنت اللي محدود في المونة ده يكون حصل له عملية الشك والتسلط يبقى من ايه من السهل ان انا اشتغل او استخدم الحيطة دي اقصر مسلا اجزاء فيها ادوق ماذا ليه امشي فيها موصير الكهرباء ممكن مثلا ايه امحرها اعملها اغطيها طبقة السراميك يبقى كل ده بعد مرور كام يا شباب بعد مرور تمانية واربعين ساعة تعال نسوف مع بعدي كده هو ترك المباني لمدة تمانية واربعين ساعة فاكثر لتجف حتى يمكن البناء فوقها او البياض عليها في حاجة عندي اسمها اللقطة في مصطلح عندي اسمه اللقطة ايه هي اللقطة يا بشماندسين اللقطة دي ات لما بنيجي مثلا عايز اقرر حاجة او اقرر مقاس فبدل ما كل شوية اروح مطلع الشريط بتاعها والمتر بتاعها واقع دقيس لا يا بشماندس بروح جايب قطعة من الخشب كده مستوية ومعدولة تمام رأسية مفهاش انحنقات وبعلم عليها المقاس بتاعي مثلا وليكن متر ونص فبدل ما مثلا بنزل الحف كل شوية واعد ايس لا يا بشماندس انا معلم على القطعة الخشب دي مقاس كم مقاس مثلا عمق الحفر مثلا متر ونص او اتنين متر يبقى انا هاجي باللقطة دي يا بشماندس وارح مسقطها في قلب الحفر بتاعي ماشي وبعد جدوات اخد الشرب بتاعي او المنصوب بتاعي وارح معلمه اجي بعد جدوات مثلا الراجل اللي العامل ده حفر هروح مسقط اللقطة دي اللي هي خطعة الخشب اللي انا معلم عليها المنصوب بتاعي تمام وارح ما ايه اروح مسقطها في اركان الحفر بتاعي لغية ما نيوصل للاركان كلها على منصوب واحد او مستوى واحد دي اسمها اللقطة طب تعالا مع بعض كده هنقوله اللقطة هي المسافة او البعد المحدد الذي يراد تكراره هي المسافة او البعد المحدد الذي يراد تكراره في مكان اخر يعني انا خدت اللقطة دي مثلا عايد مثلا في اوضة من الاوت بتاع الشقة عملت منصوب علمت المنصوب ده وقت على قطعة من الخشب مثلا مصره المصره دي عايزا اللي المنصوب من الاوضة دي تمام ليه للسالون او السفر او مثلا الريسيبشن او الانتري بروح واخد اللقطة دي اللي هي عبارة عن قطعة من الخشب وبجيبها مثلا زي المصره كده تمام طولها مثلا وليكن اتنين متر اتنين متر ونص تلاتة متر وبرح معلم عليها المنصوب اللي انا خدته اللي هي اسمها لقطة اللي هي المنصوب ده بروح جاي في القوضة التانية وبرح معلم اللقطة دي اللي أنا خدتها المنصوب ده بروح معلمه ممكن يكون المنصوب ده مش شرط انهم من الارض ممكن يكون من بلط السقف باخد منصوب من بلط السقف مسلا وليكن اتنين ونص يبقى المنصوب ده اتنين ونص عشان اعلم مكان العلب بتاعت الكهرب يبقى نهاجم من السقف كل الشقق دي الفراغات اللي موجودة في الشقة تمام اروح معلم على اللقطة دي بدلم معه بكل شوية ايز بالمتر والمتر يقع مني خفيف وايه وطري تمام لا هيقع لا يا بشمانس اريح دماغي وجبت اللقطة دي اروح معلم اروح جاي بالقلم اليكن او بتبشيرة او بحط الجير بروح معلم على الايه الحيط دي اسمها ايه اللقطة هي المسافة هي المسافة او البعد المحدد الذي يراد تكراره في مكان ايه في مكان اخر تعال ننتقل لمصالح اخر رقم اتناشر تقسيط المباني او تقسيط المسافات يعني ايه تقسيط المسافات عندي مثلا صورة الصور ده الصور ده يا شباب طوله مثلا عشرة متر طوله عشرة متر مثلا طب انا عايز اخلي الباكيات او الصور ده متقسم لمسافات كل مسافة من المسافات دي ات متساوية المسافة الاولى زي اللي في المص زي اللي في الاخ يبقى انا بقصتها بقصتها ازاي بقول مثلا انا عندي هعمل الصور ده اللي هو طوله عشرة متر يقسموا مثلا خمس باكيات. يبقى انا هقول عشرة على الخمسة يبقى طول الباكية او طول المسافة او طول الجزء ده بسمي ايه? ايوة بسمي باكية او بسمي جزء. تمام? بقسم عشرة على الخمس باكيات يبقى او خمس اجزاء يبقى هيديني طول الباكية او طول الجزء ده كم? اتنين متر. يبقى اللي اتنين متر اللي في الاول زي اللي اتنين متر اللي في نصق زي الاتنين متر اللي في الاخر. دي اسمها ايه يا شباب? اسمها تقسيط المسافات. تعال مع بعض كده لو سألني وقال لي تقسيط المسافات يعني ايه? هقول له توزيع مسافة معينة اللي احنا قلنا عليها كام? عشرة متر اللي هو طول الصور. على عدة وحدات اللي هي ايه? البكيات او اجزاء او الوحدات. مثل عمر. مجموعة من الابتاف لصورة على مسافات متساوية. مجيش ابص جدوة الاقي. المسافة ما بين الكتف ده او العمود ده. والعمود ده. سواء معمول من الخرصانة او المباني. المسافة دي اتنين متر ونص ولا اللي بعدها مثلا اتنين متر. ولا المسافة اللي بعدها اتنين. لا يا بشمانس. عايز قصة المسافات بحيث ان الوحدات دي تكون قد بعضها. كل الوحدات اللي موجودة مسافات ايه? متساوية. تعال ان انتهي اللي مصالح اخر. اسمه بحر الغرفة. بحر ايه يا شباب? بحر الغرفة. طب بحر الغرفة ده اللي هو المسافة المحصورة بين حائطين متوازيين. بسميه بحر ايه? بحر الغرفة. يعني انا شايف المسافة المحصورة ما بايه? ما بين الفراغ اللي هو المسافة العرضية دي. تمام? ويه? الحيطة اللي هي بالعرض دي? المسافة اللي ما بين الحائطين ايه المقابلين لبعض المتوازين دول? مسافتهم كام? اربعة متر خمسة وسبعين. يبقى بحر الغرفة عندي كام? اربعة خمسة وسبعين. في كام? قال لي المسافة ما بين الحائطين المتقابلين اهو من الجهة الاخرى? تمام? كام? تلاتة خمسة وسبعين. يبقى انا عندي بحر الغرفة المسافة المحصورة بين حائطين ايه? متقابلي. تعالا نسوفها مع بعض كده. هي المسافة بين حائطين متوازين للايه? للغرفة. اي اي حطين. يعني انت مسلا قاعد في القوضة بتاعتك في حجرتك. القوضة بتاعتك مسلا. المسافة المحصورة ما بين الحائطين الحائط اللي هو في القوضة بتاعتك يمين وشمال? يبقى المسافة المحصورة ما بينهم? دي بنسميها ايه? بحر الغرفة. يبقى انا عندي حيطة ناحية اليمين. حائط الجهة الايه? الشمال. يبقى المسافة المحصورة ما بين الحائط ده والحائط ده حائطين متوازينة هو. ما تجيش تقول للحائط ده والحائط اللي في ظهر ده. لا يا بشماندس. اي حائطين متوازين بسميهم بحر الايه? بحر الغرفة. تمام? الحائط المتقابل ده ده بيقابل ده كده قد متوازين مع بعده يا بشماندس. يبقى ده اسمه ايه? بحر الغرفة. طب في الانتجاه الاطول اهو اهو المتوازين اهو المسافة ما بينهم اديه مسافة المسافة ما بينهم مسلا اربعمتر خمسة متر يبقى ده اسمه بحر ايه بحر الغرفة تعال ان انت اللي مصالح اخر اسمه الاعتاب اسمه الايه الاعتاب زي ما انت شايف اهو الراجل اللي بنى لما بيجي يشتغل بيبني الجلسة لغاية لحد ما يوصل لحد ما يوصل لبداية الشباك اللي هي مسلا ارتفاع متر او ارتفاع متر ايه متر وعشرين او ارتفاع تمانين او ارتفاع متر وتمانين في بعض اللي هي الشبابيه تمام وبعد يبني يطلع بالكتف يمين يطلع بالكتف يمين ويبعد مسافة اللي هي طول الشباك اللي هو مسلا متر ومتر ونص اتنين متر على حسب ويطلع بالكتف التاني طب انا عايز اقفل اوالب الطوب من فوق وعايز اكمل البنية بتاعتي من فوق هعمل ايه ارص الاوالب على الهواء لا يا زي ما انت شايفه يا بش مهندس هو لازم يجيب قطعة ايا كانت شكلها وايا كان نوعها تمام لازم ابيتها لازم اركبها على كتف الحيطة من جهة اليمين ولازم ان اركبها على كتف الحيطة من جهة الشمال بسميها مسافة ركوب العتم مسافة ركوب العتم دي بتبقى مقدرها اديه مثلا من عشرين ما تقلش عن عشرين لغاية لغاية ما توصل مثلا لتلاتين سنطر او اربعين سنطر في بعض المناطق المخصوصة مثلا مناطق معرضة لقدر الله للزلزل تمام يبقى انا بزود للمسافة مسافة ركوب العتب ده ليه توصل لحد ما ايه مسافة اربعين سنطر طيب يبقى العتب زي ما انت شايفه تعال نتكلم عنه ونشوفه هنقول ايه العتب زمان زمان كنا بنشوف الاعتب دي بداية خالص من ايام مثلا ايام جدي تمام كان بيتعمل العتب ده وكتعة من الخشب قتعة من ايام الخشب عندي مسافة الشباك دي يا شباب مسلا اتنين متر طب انا مش هروح اجيب قتعة خشب تمام من العروق زي العروق اللي ايه بتاعت مسلا ايه الافراح بنسميها عروق في الليري قتعة عشرة في عشرة لا يا باشماندس حضرتك هتروح جايب قتعة من الخشب طول الفتحة كام طول الفتحة اتنين متر يبقى انت لازم ان تجيب حاجة اكبر من اللي تمت زي ما قلت ايه مسافة ركوب العتب لازم ان العتب ده عندي الكتفة وبتاع الايه بتاع الشباك لازم ان العتب ده يركب جهة الشمال ولازم ان العتب ده يركب جهة الايه اليمين مسافة الركوب دي ايت مثلا وليكن خمسة وعشرين سنتي يمين وخمسة وعشرين سنتي ايه الشمال يبقى انا عندي مسافة طول العتب ده اللي انت هتعمله كام ايو اتنين متر زائد خمسة وعشرين يمين مسافة ركوب عند خمسة وعشر شمال مسافة ركوب يبقى طول العتب اللي انت هتجيبه كام اتنين متر ونص كلام دوق كان معمول ايه كان معمول زمان بالعروق الخشب اللي قطع الخشب او ممكن تجيب قلو ايه قطع من الخشب المسكي طيب عدنا المرحلة ديت وقلنا مسلا في حشرات ممكن او مسلا مش عارف ايه لا الدنيا تتطور معنا ممكن نعملها من الحديد ممكن نعملها من القمر بتاع الحديد زي قمر ايه اضيب القطع كدوات القمر الحرف اي تمام اروح جايب نفس القمر كدوات يا باشماندس بس حاجة خفيفة شوية تمام واروح مركبها من ايه يبقى انا ممكن اعمل العتب ده من الخرصانة ممكن يتعامل اه بداية من الخشب بداية من الخشب عندي الحديد عند الخرصانة ممكن نعملها من الحجر او الرخام تمام ويزاقرش عليها بيترسم على قطع الرخام ديت وحدات زغروفية او زي ما انت بتشوفها في المساجد الاسلامية كده بتعمل عليها شغل نباتي او بيكتب عليها ايه وحدات مثلا ايات قرآنية تمام اي بقى تعالك ده وقت يا باشماندس تنفز الاعتاب اعلى فتحات الابواب والشبابيك في كل من المباني بالاحجار او بالتوب وقد تكون من العروق او الخشب تمام او من الحديد او من الخرصانة المسلحة وكده احنا وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا وان شاء الله نكمل بقية المصالحات في الحلقة القادمة ان شاء الله والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا